اشتركوا في القناة تجدد اليوم الاربعة تسعة ادار الفين واثنين وعشرين من عيد اليوم عيد المعلم المعلم يلي تكريما لجهوده الجبارة بعملية بناء اجيال شابة وتنمية قدراتهم العلمية على اختلافه المعلمون هن البنات الحقيقيون للمستقبل هن القيمين على مكافحة كل اشكال التخلف الرجعية يلي بتنتج عن الجهل الى معلمي لبنان اليوم التقدير وكل الاحترام معلمي لبنان يلي رغم كل الظروف الصعبة يلي عم يمرقوا فيها ان كان الظروف الطبية والصحية لانه هن بي الخط الصف الاول للمواجهة هن اكتر ناس معرضين انه يصابوا بالعدوى لانهن دايما موجودين مع تلميزهم والى جانب الشقة الاقتصادية موضوع التنقلات موضوع المعيشات يلي كلنا منعرف انه ما عاد التكفي حتى بدل نقل حتى يصالوا على مدرسهم ويقوموا بيوجبهم شكرا لكم انه بعدكن مستمرين مستمرين بيرسلتكن لانه التعليم ما انه مهني التعليم هو رسالة وانتو ما قبلتوا الا تضلوا رفعين هالراية لانه لبنان من دون من دون جيل مصقف نحنا منكون عم نهدموا بيدينا فقلنا من الكن مننا اليوم احلى تحية وان شاء الله يارب تضلوا رفعين اسم لبنان بالعالم لانه انتو عم تبنوا هالأشجيل المصقفة والشاطرة جدا ويالا عم ترفع اسم لبنان بكل العالم تلميزنا وين ما بيكونوا بأي بلد بالعالم بس يعرفوا انه تلميز لبناني يعني دغري يصنف انه هو رح بيكون من التلميز الشاطرين لانه انتو اساتستو عملتو منو هالانسان الجيد المصقف المتعلم الصالح الكطاع التربوي من اهم الكطاعات يلي الدول بتتكل عليها حتى تبني حالة نحنا الجيل القديم يمكن قدرنا استفدنا من عطاءاتكم والجيل الجديد على امل ما تحرموه ابدا وتضلوا عن جد رغم كل اللي عم بتعينوا منه تقوموا بيوجبكن وبيدوركن هيدا واجب وطني انه تكونوا عم بتعلموا تلميزكن بالمدارس احلى تحية منا للكون اليوم امسح تفلنا باليوم العالمي للمرأة ما رح احكي كتير عنه رح حط بس صورة صورة رسمة طالب هندي رسمة طالب هندي لمن والده قال له انه امك لا تعمل شيئا وعننا معترف بلبنان كتير انه بيقولوا انه الستية اللي بتكون موجودة ببيتها هي ما بتشتغل بس يقولوا ما بتشتغل يعني انه بنظر الاشخاص انه هي ما عندها شيء يعني قاعدة كل النهار فهالصابي الصغير يلي استفزوا كلمة والده اللي من قال له امك ما بتشتغل رسم له بصورة شو بتعمل امه بهيدا النهار لمن يكون الاب بالعمل رسم كل الاشياء يلي الامة عم بتعملها متل ما عم نشوف بالصورة صورة رائعة ومعبرة جدا ولهالسبب اعتبرت انتهى بها انه كغلاف لتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن الحكومة الهندية لعام 2021 تقدير لا يقاس بسمن الام بس تكون موجودة بالمنزل مش معناتها انه هي ما عم تعمل شيء هي عم تعمل كتير اشياء يمكن ما بتشوفوها لانه انتو بتكونوا بهيدا الوقت بالعمل مشكورين ايضا كل الرجال والاباء يلي عم يقدروا يساعدوا ويكفوا بيوتهم ولكن عمل المرأة والام بالتخصيص عمل مهم جدا انتين ولو قامت فقط بعمل منزلية هيدا عمل جبار الى جانب كونه ام ووالدة لمسؤولة عن تربية اطفال واولاد من اقوال البابا فرانسيس بيعيد الصم لا خلينا قبل نروح لالبابا يحنى بولو ستاني شو قال عن المرأة بيعيدها بيوم العالمي للمرأة البابا يحنى الاديس دايما بيشكر المرأة وبيقول شكرا لك اياتها الامرأة فقط لانك امرأة ادي حلو هالكلام و ادي حلو و ادي معبر انه المرأة لازم نشكرها فقط مش لانه شي مش لانه هي عم تقدم اعمالها مش لانه هي عم تقدم عطاءات فقط لانه امرأة وتحيلها وتقدير و كل الحب والمحبة للمرأة الاولى في العالم يلي هي امنا مريم العدرة من اقول بابا فرانسيس بمناسبة الصوم لعام 22 كتب البابا برسالته ان زمن الصوم هو زمن مناسب للتجدد الشخصي والجماعي الذي يقودنا الى فصح يسوع المسيح الذي مات وقام من بين الاموات بالنسبة لمسيرة زمن الصوم علينا ان نتأمل بنصيحة الكديس بولوس الى اهل غلاطيا فلنعمل الخير ولا نمل فنحصد في الاوان ان لم نكل فمدامت لنا الفرصة اذا فلنصنع الخير الى جميع الناس وهيك منكون احنا اردينا زيتنا واردينا ربنا واردينا غيرنا وبضيف ان الصلاة والصوم والمحبة ليست ادوية لنا وحسب انما للجميع يمكنها في الواقع ان تغير التاريخ لانها الطرق الرئيسية التي تسمح لله بالتدخل في حياتنا وفي العالم انها اسلحة الروح نعم مشاهدين الصلاة والمحبة والصوم هن اهم مسلاح بايدنا لانه هن الطريق الصحيح نحو الرب يلي هو هدف بعتقد كل انسان على هيدا الارض الى حالة التأس بحالة التأس لليوم اخبار كتير ومتفرقة نحن على اسبوعين وبينتهي فصل الشتاء ومنبدأ فصل الربيع ولكن الشتاء 22 بعتقد ما رح ينتسى مش بس بلبنين ولكن بالعالم اجمع لانه كان الشتاء صعب جدا وكان له تأثيرات كتير سلبية من حيث الفيضانات والاعصير التي ضربت مناطق كتير وحمل معه السنة كتير البرد الكارس والسلوج والجليد يلي كانوا يستمروا لمدة أيام وعن جد قدوا إلى أضرار كتير سلاتنا اليوم بنا نرفع لكل الأشخاص يلي عم روحوا سيرا على الأقدام للأسف للأسف بين أوكرانيا إلى البلاد المجاورة يلي فيهم أشخاص لبنانية يلي فيهم أشخاص من كل الجنسيات عم بيروحوا سيرا على الأقدام بتأس وصلة حرارته لنائس 17 درجة تحت السفر بالتلج وبالجليد سلاتنا معكم كل الوقت إن شاء الله يارب تقدروا تكونوا تصمدوا وتقدروا تبعدوا عن الخطر وتصالوا بأمان وبسلام هيدا بالقسم الجنوبي هيدا بالقسم الشمالي من الكرة الأرضية يلي هلأ عم يتعرض لعصف كتبية كتير قوية ورح تصل لعنا على لبنان ابتداء من يوم الجمعة أما بالقسم الجنوبي من الكرة الأرضية رح منروح إلى أستراليا تحديدا يلي إلى حوالي أسبوع عم تتعرض لفيضانات عن جد مخيفة وقد طلبت السلطات من عشرات الألاف من سكان مدينة سيدني إخلاق منازلهم بسبب هالعواصف الشديدة والفيضانات يلي متل ما عم نشوف بالصور غمرت مساحات شاسعة من المدينة وحذر مكتب الأرصاد الجوية الوطنية من 48 ساعة قادمة يعني اليوم وبكرة بعد عندهم بسيدني حيث بيخضع 60 ألف شخص لأوامر الإخلاق والتحذيرات من جميع المناطق في جميع المناطق المتضررة وقد أدى هطولها الأمطار الغزيرة مثل ما شفنا إلى فيضانات كتيرة وحتى بأحد المناطق إلى سكوت سقف أحد المخازن رح منشوف بالفيديو شو صار بسبب الأمطار الكسيفة للأسف أضرار كثيرة الله يحمي الجميع ونتيجة الفيضانات صار رايح لحد اليوم أكتر من عشرين ضحية بإيلا ماليزة أيضا يلي كمان تعرضت لأمطار غزيرة وتسببت بفيضانات قدت إلى غرق السيارات بالشوارع ودخلت الأمطار إلى المنازل رح منشوف أيضا مقطع فيديو صغير شو صار بها الفيضانات مثل ما عم نشوف السيارات كيف غرقانة على الطرقات يلي أصبحت مثل الأنهر يعني اختفوا كليا قداش كانت نسبة الأمطار كسيفة وغزيرة حتى قدرت مثل ما عم نشوف عن جد غرقوا السيارات كلها كمان الله يحمي الجميع وين ما كانوا بكل الدول بالعودة إلى لبنان لبنان يلي رح يشهد مثل كل دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا نزول أجبهات كتبية نازلة من الشمال ورح تضل متمرجزة عنها للأسف لمدة زمنية يمكن نبدأ من ابتداعا من نهاية هذا الأسبوع ونروح لنصف الأسبوع القادم رح يشهد لبنان انحراف منخفضين جويين بداية الأسبوع يعني ابتداعا من يوم الأحد أو الأسنان للأسف رح يصلنا كتلة رطبية قاتية من شمال شرق أوروبا وتركيا وكتلة تانية رطبة أيضا جاية من إسبانيا وشمال المغرب والجزائر هده جمعة والسبت بدنا نتحدر مشاهدينا أنه رح بيكون عنا تساقط للسلوج يمكن يصل إلى 500 متر ببعض الجبال الغربية وأكيد فيها كتير مطار وبرد هيده عاصف بامتياز إن شاء الله تكون آخر عاصف نكون عم نودع فيها فصل الشتاء لأنه السنة أخدنا بعتقد حصتنا من الثلج ومن الجديد ومن التراكمات الكتير الأمطار مت مشهدنا اليوم من بداية الصباح بدأت والليلة رح تكون تشتد أكتر شوي ورح تصير غزيرة كتير غدا الخميس مع رياح قد تصل إلى 80 كيلومتر بالساعة درجات الحرارة اليوم عنا على الساحل 17 بالنهار و14 ليلا أما بالبقاع فهي 12 درجة نهارا و6 ليلا على ارتفاع 1200 متر 10 درجة نهارا و5 درجة ليلا وعلى ارتفاع 2000 متر 5 درجات نهارا و2 تحت السفر ليلا وبكرة رح نشهد لانخفاض طبعا لدرجات الحرارة أما الرياح الغربية فسرعتها بين 10 وال35 كيلومتر بالساعة إلى متفرقات إلى متفرقات بمتفرقات لليوم رح نحكي أول شي ونشوف مقطع فيديو عن أبو يوم القيامة يلي موجود بسبال بارد بالنروج بالقطب الشمالي هالأبو العالمي يلي هو كمخزن للبزور وضع فيه عينات من البزور للحفاظ عليها من الحروب والأمراض والكوارث الأخرى وهالبانك البزور يمثل سفينة نجات كما كانت سفينة نوح بحال حدثت كوارث طبيعية أو للأسف حروب عسكرية وإن شاء الله يا رب ما منشوفها وما منشهدها رح منشوف بهالفيديو ونتعرف أكتر على هالبانك البنزور القبو تم بنائه كمحاولة للتأمين ضد فقداني البدور في بنوك الجينات الأخرى خلال الأزمات الإقليمية والعالمية على انطاق واسع قبو صفال بارد مفتح رسميا في العام 2008 ويعتقد أن في حوال مليون ونصف مليون عين تبودور منفصلة من المحاصيل الزراعية توضع البدور داخل كياسي ألمينيوم بثلاث طباقات وتضع عليها رموز لتدل على بنك الجينات والحبوب القادمة منها خمسة أبواب مع أقفل مشفرة تبعد كل المخاطر عن هذا القبو الثمين الموقع الذي يصدف والقبو يرتفع 130 مترا فوق سطح البحر حيث توجد سلسلة من الانفاق الوصول لعين للمكان يطلق عليها بعضهم باعتبارها الغرفة الأهم في العالم يوجد لدينا صناديق خشبية جربناها من طاجكستان وبعضها من أرمينيا وأذربيجان أما هذه فاتنا بها من كولومبيا لدينا صناديق أخرى من البرتغال وكوستاريكا وزامبيا وأوكرانيا وجربنا أخرى من البيرو هنا توجد بذر من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هذه من كوريا الجنوبية أما في طرف الآخر فتوجد بذر قادمة من كوريا الشمالية نلاحظ أن ثم تتعاون من جميع الدول لقيام بهذه المهمة العظيمة بغية الحفاظ على البذور قد تكون تلك الدول ليست صديقة خارجا ولكن هنا بداخل الكل متعاون القبو العالمي للبدور الملقب بقبو يوم القيامة تكون مهمته في إنقاذ البشرية في حالة حدوث كوارث وفي أسوأ السن الريوهات في أواخر العام 2015 طلب باحثون من منطقة الشرق الأوسط بذورا مقاومة للجفاف لتعويض ما فقد منها في بنك تخزين للبدور قرب مدينة حلب السورية حيث دمر جسعين نظر الحرب بعد أن تحول مقره إلى بيروت عندما تصل صندوق البذور للقبو ليعود بالإمكان نقلها إلى مكان آخر سوى إلى الجهة التي أرسلتها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة يعمل على خدمة جميع البلدان النامية في المناطق الجافة في مجال تحسيني كافة استعمال المياه في حق للمزارعين وإنتاج المراعي الطبيعية على أمل بنعوز هالبذور المخزنة ولكن كانت فكرة جيدة جداً حتى تأمن المستقبل للأجيل القادمة بحال بحال صار عنا كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان إلى اللبنانيين النجحين بكل أقطار العالم فاز المهندسان اللبنانيين محمد إبراهيم ومحمد شعبان من أقليم الخروب بالجائزة الثالثة لمنتدى ميت أنتروبريز للشركات الناشئة الأكثر شهرة في العالم وذلك في المملكة العربية السعودية برعاية وحضور صمو الأمير فيصل بن سلوليمان بن عبد العزيز وأسس المهندسان اللبنانيين شركة ناشئة تم اختيارك واحدة من أفضل 12 شركة في جميع أنحق على العالم في معرض جلوبل إنوفيشن أند انتروبريز أما الاختراع يلي هو إكزافراش يلي فاز بالجائزة هو جهاز تكنولوجيا التحكم بالمناخ الشخصي الجديد الذي يبرد وينق ويزيل الرطوبة وينعش مناطق محددة والاختراع هو عبارة عن جهاز محمول ما بيحتاج لأي عملية تصريف أو إعادة تعبئة مياه ويستخدم تقنية تبريد صديقة للبيئة علماً أنه وجوده وحدة التكييف فيه تغطي حجم كروياً محدداً يبلغ متر فاصل ثمينة مكعب ويتطلب استهلاكاً كهربائياً أقل بنسبة 75% مكارنة بالتكييفات التقليدية نحن بحاجة هلأ أنه نستعمل هيك أجهزة إلكترونية متطورة حتى نقدر نستعمل أقل نسبة من الكهرباء أيضاً بلبنان أرز لبنان هو أقدم منبع للعطر في التاريخ هذا ما أكده الباحث الفرنسي في شؤون العطر دومينيك روك الذي جال على خمسين بلد في العالم بحثاً عن المواد الأولية المكونة للعطور وقد دون في كتابه عمر العطور نحو خمسة ألاف سنة والبخور وشجر الأرز في لبنان أقدم مصدرين للعطر في التاريخ الإنساني إن شاء الله نكون كلنا بلبنان عارفين قيمة هالسروات الطبيعية يلي عنا إيها سروات الكل يمكن بيطمع فيها إن كان البخور إن كان الأرز إن كان المياه إن كان تأسنا الرائع والحلو يلي أليل من الدول بالعالم عم يتمتعوا فيه يعني يام نشوف البلدين الحارة جداً أو البلاد الجافة جداً أو البلاد الباردة جداً ولكن نحن تأسنا المعتدل تأس فعلاً نحصد عليه من هيك مشاهدينا لازم قدمة فينا نحافظ على بيئتنا حتى نضل عنا هيدا التأس المعتدل ويضل عنا هالسروات الطبيعية ونقدر نستفيد منها إلى جدول الانتخابات الانتخابات يلي عم نستعد لإله ورح بتكون بيه 15 أيار 16 أدار هي آخر مهلة لكبول الترشيح 31 أدار آخر مهلة للعودة عن الترشيح 5 نيسان هي آخر مهلة لتشجيل اللواح أما شهر أيار يلي هو شهر الانتخابات بـ 6 أيار رح بتكون الانتخابات بالدول يلي بتعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع بـ 8 أيار رح بتكون الانتخابات بالدول يلي بتعتمد نهار الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع بـ 12 أيار اكتراع موظفي أقلام الاكتراع بـ 15 أيار الانتخابات اللبنانية في لبنان ونتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله يا رب كل الشعب اللبناني يكون قادر يشارك بهذه الانتخابات المرأة في الأمن والدفاع كسر التحيز هو شعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمناسبة يوم العالمي للمرأة بالتعاون مع الجيش اللبناني والمدرية العامة لكوى الأمن الداخلي والمدرية العامة للأمن العام والمدرية العامة لأمن الدولة وتنضم الهيئة إلى الحملة العالمية التي تحمل شعار ترمي هذه الحملة إلى إبراز الدور المتنامي للنساء في لبنان وتشجيعهن على المشاركة في قطاع الأمن والدفاع وكذلك إلى نشر مبادئ المساواة بين الجنسين كما تشارك مريم تيفي بشخص السيد جورج معلولي بورشة العمل الخاصة بالإعلاميات والإعلاميين حول قراري مجلس الأمن المرأة والسلام والأمن والشباب والسلام والأمن ودامج النوع الاجتماعي في العمل الإعلامي نستمع لكلمة السيدة كلودين عون روكوز رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وبنكمل معكم المنالية العظمى من ضحايا الصراعات المسلحة في العالم هم من المدنيين لا سيما من النساء والأطفال وهم مغيبون عن التأثير على القرار خاصة خلال النزاعات من هنا بدأت تطوير مجلس الأمن لأجندته حول المرأة والسلام والأمن وكان قرار مجلس الأمن 16-25 الصادر في العام 2000 الأول من سلسلة من القرارات اتخذها مجلس الأمن فيما بعد مشاهدينا منخطب مقدمتنا مع تيب سلينا رياشي ومنبدأ مع ديوفنا يوم حبي احكي عن مجموعة طرق بسيطة بتأثر إيجابيا على مزاج الأشخاص المحيطين فينا وبتخليون يبتسمون هالشي أكيد ما بيحسن لهم مزاجهم بدون مجهود يذكر نصيحة صغيرة تشاركوا هالأفكار مع أصدقائكم تتوسع دائرة الابتسام والإيجابية حوالكم أولا نعطيه إطرق صادق دائما نفتش على شيء إيجابي بتلاقيه بالشخص يلي قدامك وعبر عن ساعدتك لوجود هالصفة عنده ثانيا إذا أنت كنت سيئ سيارتك دايما نمرق المشات أو الصائقين الآخرين هالشي بيرسم بسمي على وجهك وعلى وجه ثالثا بسوك الباب للشخص أو للأشخاص يلي جايين وراك وشوف كيف رح يتسمون رابعا هنق زميل العمل مفيد عمله وعبره وعبره عن تقديرك لهالعمل ودايما نشكر وتبسم للموظفين على السندوق السوبرماركت والمتاجر خامسا حذر كيك وخده التقاصمه مع زملائك بالعمل أو مع الجيران طبعا بعد فترة الحجر ساديسا دايما نشجع الآخرين سابعا حافظ على الحس الفوكاهي والإيجابي مثلا خبر نكات مهضومة ومقبولة اجتماعيا ثامنا ساعد أحد الأشخاص أنه يلاقي حلة مشكلة معينة عن طريق بعض الأبحاث على الانترنت ممكن تقوم فيها أنت أو تساعده فيها تاسعا طوف الزهور وقدمه لحده بحاجة إلى اليوم عاشرا عطيه غمره لحده بحاجة إلى اليوم داعش حدر طبق لذيذ بحبه الشريك أو أفرد عائلتك وعملهم مفاجأة بدون ما يكون فيه مناسبة ناعش بسلم لأشخاص ما بتعرفه ثلاث عشر قدم مساعدة لشخص مثلا شراء الحاجيات أو مساعدته بحملة أربع عشر قدم القهوة لشخص بدون ما يكون هو طلبة منه خمستعشر قبي برأة صغيرة مكتوب عليها كلمات محفزة فيها محبة وصداقة ثلاث عزوم حدا يتنشى معا ثلاث عشر قدم كتاب أو سبيه حلو فيه موسيقى جميلة أنت بتحبه لأحد الأشخاص ثمنتعاش وصل شخص ناطر على طريق سياهتك تسعتاش عير شخص جاكات أو شمسية إذا كانت بديني عم بتشتي وإنت منك ظاهر هلأ من شغلك أو من محلة عشرين قدم ورود لزوجتك أو قدم ورود لزوجك بدون مناسبة ممكن كمانا تبعتون لما كان عمله والنصيحة الواحدة وعشرين أرسل رسالة أو اتصل بشخص كان له فضل كبير من نجاحك وعبر له أنه أنت مقدر له تعابه عليك هذا أقوله لخيركم ليس لكي ألقي عليكم وهقا بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير فليعمل ما يريده إنه لا يخطئ فليتزوجاه وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذرائه فحسنا يفعله